فالحج عبادة والعبادة لا بد أن تؤدى على الوجه المشروع فيتوفر فيها شرطان الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على من يريد الحج أن يعرف أحكام الحج ويتعلمها ويتفقى فيها ليؤدي حجه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني كيف تحجون وكيف تعتمرون لأنه القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسنة وهكذا المسلم في كل عبادة يجب عليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فكما قال خذوا عني مناسككم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بمن كان يرجو الله واليوم الأخ وهذا يستدعي ممن يريد الحج أن يتفقها فيه بأن يقرأ صفة الحج وأحكامه من الكتب المؤلفة في ذلك فمنها مختصرات ومنها مطولات فيقرأ ويسأل عما أشكل عليه إذا كان لا يقرأ فإنه يسأل عما أشكل عليه يسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموه وإذا كان فيهم من العلماء أو من طلبة العلم من يصاحبهم فهذا أفضل وأتم ليودوا حجهم وعمرتهم على بصيرة وموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أن يجتهد في ذلك بأن يقرأ قبل أن يباشر الحج يقرأ في الكتب المختصرة الموثوقة والكتب المطولة إذا كان عنده استعداد لذلك وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم ليبينوا له ما أشكل عليه ولا يبقى في جهله فالحج عبادة والعبادة لا بد أن تؤدى على الوجه المشروع في توفر فيها شرطان الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولن تتمكن من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمت وقرأت وسألت أهل العلم حتى تكون على بصيرة في مناسك حجك وعمرتك وتؤديها على الوجه المشروع مخلصا لله في ذلك هذا هو السبيل الصحيح من يريد الحج أو العمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر